هنا نتحدث عن بعض العادات والتقاليد التي تكون موجودة في المجتمعات ربما تكون سببا في الفساد الأخلاقي وربما نعلق على بعضها مثلا تجري العادة أحيانا في بعض الدول على أنه في الأعراس ربما الزوجة ترقص أمام الحاضرين مثلا أو ما ذكرتم ربما في حلقة الأمس من قضية الخرقة التي تكون فيها الدماء أو كذا في الليلة وأيضا عند بعض الشعوب تأتي أم الزوج وأم الزوجة ليفتشنا البيت بعد أول ليلة للعروسين يعني بحثا عن آثار أو شيء من هذا القبيل وهذا يعد من عادات هل كل هذا يعني ألا يسهم في قضية الفساد الأخلاقي وانتشار الفحشي؟ ما في شك هذا يسقط الحياء والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الحياء خير كله وأن الحياء لا يأتي إلا بخير وهو في صفتي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خذرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه كل ما يخل بهذا الأصل ينبغي أن نتناهى عنه سواء كان في الألفاظ والعبارات أو كان في الأفعال والتصرفات أو كان في ما نأتي أو ما نترك كل ما يخل بالحياء ينبغي أن نتناهى عنه ولذلك مثلا قضية بأن المرأة تنزع جلباب الحياء وترقص أمام الرجال الأجانب هذا مما يتنافى مع الدين ويتنافى مع الحياء بل أكثر من ذلك قضية أن المرأة ترفع صوتها بالغناء هذا مثلا معلوم بداهة من الشرع أنه لا يسمح به فإن الشريعة ما تسمح بالمرأة بأن ترفع صوتها حتى في الصلاة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة يسبحوا إذا أرادوا أن ينبهه الإمام والنساء يصفقنا صفقنا ما يخرجنا أصوتهن وهذا في الصلاة التي هي أعظم الشعائر وكذلك ما يخل بالحياء سواء كان في مشيتنا وهذا يشمل الرجل والمرأة لأن الحياء مطلوب من الرجل والمرأة والحياء نفسه علماؤنا رحمه الله قسموه إلى حياء شرعي بمعنى أن يستحي الإنسان من المعصية وحياء عرفي كل ما يراه الناس لا يليق ينبغي أن نمتنع منه مثلا لو أن الإنسان خرج بثياب هي ساترة ولكن لا تليق بمثله ما نسميه الآن مثلا بالثياب الداخلية مثلا هذه قد تكون ساترة للعورة لكن ما جرى عرف الناس بأن الإنسان يظهر بها في الشارع أو أمام ضيوفي حتى في البيت ونحو ذلك فأقول بأن الأعراف ينبغي أن نضبطها بضابط الشرع وما سكت عنه الشرع فهو معفو عنه